أعتقد أن في أطراف مختلفة شافت أن مصلحتها أن الموضوع يولى فإحنا في وضع قانوني بيقرر فيه رئيس السلطة الفلسطينية أنه هو الأم الانتخابات علشان شايف أن حماس هتكسبها وعشان كده حماس على طول لما أصدر قراره عباس قالت أن ده انقلاب على الديمقراطية في فلسطين وبيلاقي النهاردة فرصة أن الموضوع ده يحول الأنظار من إسرع الداخلي الفلسطيني إلى موضوع القدس وقدس ويعني لا صوت يعلم فوق صوت البعرك من ناحية أخرى عندك الجانب الإسرائيلي اللي عم يصير فيه عنده عبر السنتين الماضين عدم قدرة على تشكيل حكومة وعنده توجه أكثر وأكثر نحو اليمين صار فيه عندك تيارات يمينية عنصرية عم تحكي بشكل صريحا رغبتها بأن الأرض تكون كاملة إلى وأنه نحن لازم نضم الضفة وأنه نحن ما بتفرق معنا الرأي العالمي بهذا الموضوع هدول التيارات بالفترة الأخيرة بلشت تعمل تظاهرات ويقولوا الموت للعرب والموت للعرب بس مو بس هك صاروا كمان يقولوا الموت لليساريين هذا تعبير بالحقيقة عن أزمة سياسية عميقة بالحقيقة عم تشهدها إسرائيل حاليا العرب الإسرائيليين عم يتم التعامل معهم بعنصرية العرب طبعا هذي اللي بتضفة وبغزة عم يتم النظر إلهم بطريقة عنصرية حتى الإسرائيليين هذي عندهم رأي مخالف وهن يهود عم يتم النظر إلهم كمان بطريقة عدوانية ففي عندك أزمة كمان سياسية موجودة بإسرائيل صار عندك جيل من الشباب نشأ بعد انهيار عمليات السلام ما عندهم ذاكرة عن أنه كان في محادثات سلام في لنف للفلسطينيين بسبب هذا الانهيار في تحميل أن الفلسطينيين ما بدون سلام هن بالحقيقة بدون يدمروا كل إسرائيل مشان هيك نحن لازم نتغدى فيهم قبل ما هن يتعشوا فينا في عندك هاي العقلية موجودة وبعدين في عندك سنتين سنتين من التجيش الانتخابي المستمر تحريض خطاب عنصري بالحقيقة تجاه العرب فكان من الطبيعي أنه بهاي ظروف أنه ما كان أبدا مفاجئ أنه تصير هيك تظاهرة ويصير هيك بالحقيقة انهيار للأمن الإسرائيلي بهذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر